في أنه 17 موقع لم ينهزم في موقع واحدة وبعدين يعني كان مبدأه باستمرار يعني ما تقرأ القوانين بتاعت الحرب بتاعته ولا جينيه في النهاردة تقدر تعمل حاجة زي كده يعني ممنوع غنائم ما فيش حد يرجع بغنيمة من الغنائم يعني أحد الجنود رجع بحاجة قاله مصر غنية يرميها في النهر على الجنود أن يحملوا أبناء الأسرة عند العودة يا سلام تصور عندنا يعني حتى في بعض البرديات أن الجنود بتشتكي أنها راجعة من الحرب تعبانة والقوانين تحتم عليها أن يحملوا أبناء الأسرة أبناء الأسرة طبعا مش يقتلوهم ولا يحرقوهم ولا لا 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 طب مش ده اللي جابي الأديان بعد كده نعم